بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة اليوم إن شاء الله راح تكون عن المحاضرة السابعة مثل ما تعرفون سبق وأنهينا بشكل كامل عمليات حقن المياه تكون طريقة حقن الغاز من طرق الاستخلاص الثانوي اللي سميناها السكندري تكون هذه الطريقة مشابهة إلى طريقة حقن المياه من حيث المبادئ والأسس وتستخدم أيضا للحفاظ على أو صيانة الضغط الموجود في قبة الغاز تحديدا حتى في حد لو لم تكن إزاحة النفط مطلوبة يعني ما يكون بالضرورة أنه يتم إزاحة نفط إلا أن الغرض الأساسي من عدها هي الحفاظ أو صيانة ضغط قبة الغاز راح تكون هذه الأساس فإذا قلنا تحافظ أو تكون من حيث المبادئ والأسس متشابهة مع طريقة حقن المياه نقصد نفس الأسس اللي اعتمدناها سابقا في حمليات حقن المياه راح تأخذ بنظر الاعتبار في طريقة حقن الغاز طبعا يتم حقن الغاز غير القابل للامتزاج نتكلم المسيبول المسيبول غاز راح نقصد به الغير ممتزج مع النفط لأننا لا نريد زيادة نسبة الغاز المذاب في النفط وبالتالي راح يقلل من كفاءة النفط المنتج مثل ما حصل في حالة زيادة المياه مع النفط المنتج فعملية حقن الغاز راح تكون على الأغلب أعرف أنه هي الغاز غير القابل للامتزاج هذا المسيبول غاز هذا الأمور اللي تم الحقن بها الغاز الغير قابل للامتزاج راح تعمل على واحد الحفاظ على ضغط التكوين اثنين لإبطاء معدل انخفاض ميكانيكيات الدفع الطبيعية للمكمن لإبطاء معدل انخفاض الميكانيكيات الدفع الطبيعية للمكمن ونقصد بها ما زال الميكانيكيات الدفع الطبيعية نقصد بها في حالة البرايمري مثل ما تعرض بالبرايمري أكون ميكانيكيات دفع الطبيعية هذا راح تحافظ على ضغط التكوين وتبطئ من معدل انخفاض بالنسبة لانخفاض ميكانيكيات الدفعة الطبيعية لا بد أن تتم بمرور الوقت مثل ما ذكرنا سابقا فبالتالي هي تعمل على إبطاء معدل انخفاض هذه الميكانيكيات ثلاثة يعني من وظائف حقن الغاز غير قابل لامتزاج تسهم أحيانا لتحسينها في تصريف الجاذبية الدرينج أوف غرافتي أي باتجاه ميل الجاذبية يتم تسريع عمليات التصريف عادة يتم محقن الغاز غير الممتزج بمراحل متناوبة مع المياه هذه مهمة يعني من نحقن الغاز غير قابل لامتزاج سواء كان داخل القبة الغازية أو داخل منطقة النفط يجب أن تكون بمراحل متناوبة مع المياه يعني مرة تحقن غاز مرة مياه حتى تزيد من تحسين الاستخلاص وهو الأمر المهم في هذه الحالة يعني مرة تحقن مياه يعني أحياناً تكون عملية مشتركة مرة تحقن في الأكوفير ومرة تحقن في القبة الغازية أو في منطقة لو هي المرة تحقن ووتر انجيكشن مرة تحقن غاز انجيكشن فتكون في عملية متناوبة طبعاً الغازات حتى نعرفها الغير الممتزجة اللي نقصد بها ما تنتزج مع النفط تشمل الغاز الطبيعي هذا الغاز اللي ناتج من عمليات انتاج النفط اللي بالسيبيريتر راح يصل وراح نكرره ونعيد تدويره فنسميه غاز طبيعي ثانياً النايتروجين أو ثالثاً غاز الاحتراق هذا الغاز المصاحب لعمليات احتراق الغاز مع النفط اثناء عمليات انتاج النفط هذه الغازات اللي نسميها الغير ممتزجة وتكون مهمة كمصادر لعمليات حقن الغاز تتطلب عمليات حقن الغاز ضغطات لرفع ضغط الغاز لكي يحصل أو لكي تتم عملية ادخاله الى داخل المسامات والفجوات في داخل التكوين احنا الحقن الغاز من الضروري انه يكون ما يدفع أو او يحقن بصورة اعتيادية لازم تكون ضغطات هاي الضغطات حتى تمكنوا من الدخول الى داخل المسامات او الفجوات اللي موجودة داخل التكوين لان احنا مثل ما تعرفون نبحث عن عملية استخلاص واسعة حتى شاكوا بقايا من النفط مثل تعمل على سد هذه الفجوات او ازالتها او ازالة النفط بداخلها واحلالها بمحلها بغازات هذه الغازات اللي تكون ولدناها بعملية الضغط راح ترفع من كميات الضغط المنتج داخل القبة الغازية او منطقة النفط حتى بالتالي تكون عملية تصاعدية في زيادة عمليات الانتاج النفط داخل آبار الانتاج هذه النقطة مهمة ثانيا تمثل مشاريع حقن الغاز غير الممتزج الى دور اقل مقارنة مع حقن المياه في استخلاص النفط هاي مثل ما تعرفون دائما احنا من نذكر مشاريع حقن الغاز نقول هو بالاستخلاص الثانوي يقدم عليه الاستخلاص بطريقة حقن المياه مثل ما ذكرنا سابقا كفاءة الدفع الميكانيكي الطبيعي للغاز مقارنة مع المياه اقل مثل ما تعرفون بالغاز كانت الاربعين بالمياه فبالمياه ستين بالمياه طبعا هذا الامر ايضا كميكانيكيات دفع يفضل الواتر فبالتالي تكون دورها اقل في حالة لو تساوت الظروف هاي نقطة مهمة لو تساوت الظروف مثلا عندك خيارين بين اما واتر انجيكشن او غاز انجيكشن انت تذهب الى الواتر انجيكشن مباشرة لكفاءته الاعلى ولكميته الاكثر ورخصه وسهولة ومأمنه لانه غير خطر مثل ما تعرفون الغاز هم ب مساوء ومخاطر ومشاكل وكلف اعلى فبالتالي تكون هذه عملية المشاريع حقن الغاز اقل مقارنة مع حقن المياه ولكن هنا النقطة المهمة في بعض الاحيان يمثل مشروع الغاز حقن مشروع حقن الغاز المشروع الوحيد العملي في عمليات استخلاص الثانوي يعني اذا مرات نصل الى مرحلة احنا قلنا اذا تساوت الظروف نتجه الى عمليات حقن المياه بس في حالات يمثل مشروع الغاز او حقن الغاز المشروع الوحيد العملي في عمليات استخلاص الثانوي يعني يجيك سؤال متى تحدث هذه الحالة تقول هذه الحالات تشمل إذا كانت التكاوين الصخرية النفطية أو الصخور المصدرية النفط ذات نفاذية منخفضة جدا هذه النفاذية المنخفضة جدا مثال عليها صخور الطين أو الشيل صخور الشيل تكون صخور طينية قليلة المسامات وناعمة الحبيبات واضح؟ هذا النقطة الأولى النقطة الثانية الصخور المكمنية الحاوية على أطيان انتفاخية اللي سويلينك سميناها مثل ما قلنا عندك البنتونايت السمكتايت غيرها هذه نوع من أنواع الأطيان وتكون هذه جزء من الصخور الحاوية الصخور المكمنية حاوية على أطيان انتفاخية قابلة للانتفاخ فبهذا التالي راح احنا حتى نتجنب أنه يكون حقنا المياه مهم مثل ما تعرفون إذا كان صخور انتفاخية راح سبب لي مشاكل وإذا ترجعون إلى الخلف شفنا من ضمن المعالجات إزالة المعادن الطينية ذات قابلية على الانتفاخ فهذه أيضا تكون في حالة وجود صخور مكمنية حاوية على أطيان انتفاخية راح تكون مؤشر مهم وضروري لعملية حقن الغاز بدل من حقن المياه كذلك في حالة تكاوين الرقيقة ذات سمك قليل التي يكون فيها ميكانيكيات الدفع الأولي هي عبارة عن ميكانيكيات دفع غاز مذهب هذه نقطة مهمة يعني إذا كان عندنا من ضمن الميكانيكيات الأولية البرايمري كان عندنا الغاز المذهب وبالتالي سمك الطبقات أو التكاوين الرقيقة يعني ما ممكن أن أحقن بها مياه وأنا عندي أصلا الميكانيكية السائدة الموجودة هي ميكانيكية الغاز سليوشن فبالتالي أستثمر أن الغاز سليوشن يمشي مع عمليات حقن الغاز فهذه الثنقات هي راح تكون مهمة إذا جاءك التساؤل ماذا تستخدم رغم أنه حقن الغاز ذات دور أقل من حقن المياه أتقول في الحالات التالية 1-2-3 مثل ما ذكرتك ظروف عمليات حقن الغاز سواء كان الممتزج أو غير قابل للمتزاج تعتمد على التالي يعني ما هي الظروف أو العوامل أو على ماذا تعتمد ظروف عمليات حقن الغاز أيضا يجيك على شكل تساؤل 1- ضغط ودرجة حرارة المكمن النفطي إذا تذكرون هذا الأمر أيضا ذكرنا أنه نقول في عمليات حقن المياه كان نتكلم عن ما يسمى بالدراسات التفصيلية لازم نسوي دراسة مسبقة تفصيلية عن النوع التكاوين المكمن الظروف الليثولوجي فهنا أيضا حقن الغاز يجب أن يعتمد على ضغط ودرجة حرارة المكمن النفطي يعني أنت رح تحقن بغاز هذا الغاز ذات خطورة أكبر من خطورة المياه فأيضا لازم تراعي الضغط الموجود داخل المكمن درجة حرارة المكمن هذه الظروف راح تسبب عمليات سلبية أو آثار سلبية إذا ما أخذ بنظر الاعتبار كميتها وظروفها الظروف الثاني أو الأمر الثاني نوع غاز الحقن هل قابل الامتزاج أو غير قابل الامتزاج إذا غير قابل هل هو ناتروجين غاز الحرق غاز طبيعي وإلى آخر تكوين غاز الحقن نوعه وتكوينه تكوين السائل المكمن النقطة الرابعة خامسا طبيعة المكمن كيف راح تكون طبيعة هذا المكمن سادس عدم التجانس يعني الليثولوجي الهتروجينسيس يسميها اللي راح يكون مختلف أو متشابه الليثولوجي ما له فهي النقاط الستة هي تعتمد على ظروف عمليات حقن الغاز سواء كان ممتزز أو غير قابل الامتزاج عادة يحدث عملية حقن الغاز في المكمن النفطي أما داخل قبة الغاز إن وجدت أو داخل منطقة النفط يعني التب في هاي المكانين فقط عملية حقن الغاز في المكمن النفطي أما على القبة الغازية أنت تعرف القبة الغازية تكون بالأعلى أو داخل منطقة النفط مرات يقول لك في القبة الغازية إن وجدت لأن أحيانا وأنا ذاكرها كمثال تزال القبة الغازية يعني تتابع المكمني راح يكون أويل وووتر مباشرة داخل الأويل أكو غاز مذاب الغاز سوليوشين داخل الأويل الأويل زون تسألني كيف يتم إزالة القبة الغازية إذا كان تعرضت هذه المنطقة الجيولوجية إلى عمليات رفع تكتوني أو صدوق أو غيرها فتزال القبة الغازية نتيجة تسرب أو ارتفاع القبة الغازية للسطح وتعرضها لعمليات التجوية والتعرية فبالتالي تزال كل هذه النقاط أو الأمور التي سببت وجود القبة الغازية فعندك مكانتين أساسية أما في منطقة القبة الغازية أو في داخل المنطقة النفطية على العكس منها مثلا في الووتر انجيكشن كنا نحقن فقط في الأكوفير في الخزان المائي نجي أولا حقن الغاز داخل القبة الغازية الغاز كاب يتتم عملية الحقن الغاز داخل القبة الغازية عندما يكون القبة الغازية موجودة أصلا في المكمن النفطي هذه نقطة أساسية موجودة أصلا يعني بالتتابع مع المكمن النفطي عند قبة غازية عندك أويل وبالأسفل من عنده الأكوفير أو عندما تتم تكوين القبة الغازية تتم تكوينها بواسطة الفصل أثناء عمليات الإنتاج الأولي أي تتكون أو تنفصل أو ينفصل الغاز عن النفط ويصعد إلى الأعلى أعلى المكمن أثناء عملية إنتاج النفط هذه العملية هي بدورها راح تكون قبة غازية يعني بالأصل بالبداية كان عندك فقط أويل وعندك ووتر أثناء عملية الإنتاج راح يصير يصير عندك فصل بعد ما يخف العمود الضغط اللي مسلط على النفط راح تصعد الغازات باتجاه الأعلى فهي تشكل قبة غازية للنفط الموجود أسفلها فهي تصعد للأعلى هذه الغازات وتكون قبة غازية ترجع تعمل على عمل ضغط مصلط باتجاه الأول حتى يدفع باتجاه آبار الإنتاج فالقبة الغازية بها حالتين مرات تكون موجودة قبل عملية الإنتاج ومرات تتكون أثناء عملية إنتاج النفط بما يسمى عمليات الفصل أثناء الإنتاج يعني ينفصل الغاز عن النفط ويصعد الغاز كونه أخف يصعد للأعلى يرجع هذا الغاز هو نفسه يولد ضغط باتجاه الأسفل فيعمل على زيادة ضغط المصلط للنفط باتجاه آبار الإنتاج يساعد حقن الغاز في الحفاظ على ضغط المكمن أثناء دفع الغاز إلى منطقة النفط وبالتالي دفع النفط نحو آبار الإنتاج وهي عملية مماثلة أو مشابهة لعمليات حقن المياه في طبقة المياه الجوفية الأساسية مثل ما نعرف أو تعلمنا سابقا أنه تسليط الضغط حقن المياه رح يصل الضغط على الأكوفير الأكوفير رح يدفع باتجاه الأعلى فبالتالي بس يزيد من عمليات الضغط المكمني حتى تدفع النفط باتجاه آبار الإنتاج كذلك عمليات حقن الغاز رح تأخذ نفس الدور بي رح نأخذ حقن الغاز داخل منطقة النفط الأويل زون عندما يتم حقن الغاز في داخل المكمن النفطي دون وجود قبة غازية فإن الغاز المحقون سيتدفق بشكل إشعاعي راديالي من آبار الحقن مما يدفع النفط باتجاه آبار الإنتاج يعني إذا أنت ما عندك قبة غازية مجرد حفرت بئر حقن حقنت داخل الغاز هذا الغاز وصل مباشرة إلى منطقة النفط راح يسوي هذا يعمل يدفع بشكل شعاعي فيدور أو يحرك أو يعيد تدوير النفط فهو يعمل على أنه يولد ضغط فيدفع بالنفط إلى آبار الإنتاج ويصعد بس هذا الأمر خليها رح نجيها فيما بعد راح يكون له مساوة اللي هي زيادة نسبة الغاز المذاب وزيادة نسبة الغاز المصاحب مع إنتاج النفط لأن تعرف مباشرة راح يتم صحيح وراح يصل الضغط داخل القبة الغازية ويدفع بالأويل بس ألا يصير فيه عملية تدفق سوية مع الغاز المحقون داخل الأويل زون لذلك راح نجي فيما بعد نقول ما هو السبب أنه يكون تفضيل الحقن في القبة الغازية على منطقة الأويل زون العامل الرئيسي الذي ينطوي عليه قرار بدء حقن الغاز أو بما يسمى العوامل المترتبة عليه في حقن الغاز يعني شنو اللي أنت تقرر حتى تبدأ بحقن الغاز إذا كان واحد مدى توفره أي كميته مدى توفر هذا الغاز شقد متوفر يعني هم قررت أحقن غاز وخلاص زين هذا الغاز اللي راح أحقنه شقد متوفر شقد راح يبقى عندي هلي يكفي زين يكفي لكم مدة سنة سنتين أو أكثر هذا ما أنت تقرره مع المختصين حتى تحدد أنه أوكي يعني قلت يجب أن أحقن غاز بس لازم أعرف مدى توفر الغاز اثنين الاعتماد على مصدر قريب من الغاز الرخيص شوفها أيضا يكون رخيص وبكميات كافية يجب أن يكون مصدره قريب ويكون رخيص الكلفة وكميته كافية لذا هاي طبعا المصادر أو الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ قرار بدء حقن الغاز لذا يعاد إعادة تدوير الغاز المنتج هاي خليها ببالك يعاد تدوير الغاز المنتج مصدر رئيسي لغاز الحقن أنا أقول ليش عندي هذا الهدر بالغاز يعني أوكي أثناء عملية الانتاج ده يصعد عندي غاز أثناء عملية الانتاج ليش ما عيد تدويره وهذا وفرت علي مصدر قريب أولا وسهل الحصول واثنين غير مكلف وقريب مثل ما قلنا فكل هاي الأمور تستوجب أن أعمل على إعادة تدوير الغاز المنتج وأجعله مصدر رئيسي لغاز الحقن ومن مصادر حصول الغاز الثانوي إذا ما عندي غاز الحقن لازم أحصل على مصدر الغاز الثانوي أما من مكمن غازي مجاور أكو مكامن غازية تكون قريبة أو مجاورة من المكامن النفطية اللي يجب أو المطلوب عمل حقن غاز فيها أو من خلال مصدر قريب من خط أنابيب الغاز القريبة فبالتالي هذا الأمر راح يوفر علي مصادر غاز بس هنا الغاز الثانوي أيضا هذا يؤخذ بنظر الاعتبار أنه أنا راح أخذ إذا من غاز مكمني قريب أو مكمن غازي قريب أبدأ أحفر أو أستخرج أو أستحصل فهذا الأمر حتى لو كان مكلف بس بنفس الوقت حسب الجدوى الاقتصادية من المشروع ككل إذا كان بربح وفائدة لا بأس أن أتخذ هذه الإجراءات وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا تم حقن الغاز الجاف في المكمن النفطي فإن النفط المنتز سوف يتكون من كل من النفط المزاح من الوسط المسامي وأجزاء من النفوط التي يتم تبخيرها بواسطة حقن الغاز حي إذا كان حقن الغاز جاف أما إذا كان النفط خفيف جدا فقد تكون فقد تكون نتيجة كتلة النفط المتبخرة بشكل عالي جدا وبالتالي راح نحصل على نفوط عالية سوف ينتج عنها زيادة في كميات الاستخلاص هناك بعض الشروط هناك بعض الشروط التي لا ينبغي أخذها بنظر اعتبار في حالة حقن الماء يعني حتى نقول ليش ما أحقن بهذا المكان رغم أنه أكو ظروف تستوجب أن أحقن المياه بس راح أتجه إلى ظروف حقن الغاز واحد هاي الأسباب قد يشكل امتداد القبة الغازية امتدادا واسعا للغاية يعني قبة غازية ذات امتداد واسع هذا بدوره سوف يكون تجاوز لمنطقة النفط بالنسبة لآبار حقن المياه يعني شون أنا عندي قبة غازية ذات امتداد واسع مو ضيقة وينما أجي أحفر راح مجرد مباشرة جواها قبة غازية قبة غازية أنا بالسابق كانت من أحقن المياه ما أصل منطقة القبة الغازية مباشرة على أكوفير لأن القبة الغازية راح تكون امتدادها أقل بس في هاي الحالة إذا كانت القبة الغازية ذات امتداد واسع هذا الأمر راح يسبب لي إعادة تفكير وإعادة النظر في هالعملية حقن المياه أفضل أم الغاز لا طبعا حقن الغاز أفضل لأنه راح تكون عمود الحفر لآبار الحقن الغاز تكون أقرب وأسهل وأكثر يعني أنت وين ما تقدر تجي تحقن بئر حقن للغاز في حين أنه إذا تحتاج مياه لازم تتجاوز هذا المسار هذا يكون صعب أنه أنت تصل إلى المياه وهذا بدوره سيكون تجاوز منطقة النفط بالنسبة لآبار حقن المياه وقد ينتج عن حقن الغاز في منطقة القبة الغازية استخراج نفط إضافي فضلا عن كلفة أو تكاليف عدد أقل من آبار حقن الغاز بالمقارنة مع آبار حقن المياه هذا عامل اقتصادي مهم احنا قلنا كل ما تقل عدد الكلف اللي متمثله بعمق الحفر عدد آبار الحفر كل ما كان الناتج والعملية أسهل وأفضل الثانيا العامل الآخر قد لا يكون الخزان المائي ذو الإشباع الأولي العالي للمياه مناسبا لحقن المياه هنا أما تجي أنه الأكوفر يكون قليل أو يكون غير مناسب هذا الخزان المائي فهذا بالتالي يدفعني إلى أن أعيد النظر أن حقن الماء يكون غير مجدي وهذا قد يترتب عليه خطر أن لا تتشكل جبهة وأن النفط والماء سوف يتدفقان معا سوية وبالتالي سوف يتم الحصول على كفاءة استخلاص منخفضة لأننا نريد زيادة كمية النفط وحده بالتالي هنا راح يكون عندي نفط وماء وراح مثل ما قلت لكم بدل ما يكون عندي مئة ألف برميل استخراج نفط يومي راح يكون ستين ألف برميل لأنه أربعين ألف برميل عبارة عن كميات من الماء المرافقة نفط خاصة شوف هذه النقطة مهمة إذا كانت إذا قال غير مناسبة يعني يقصد بغير متوافقة يعني كأنما المياه اللي أحقنها مع مياه الأكوفير غير مناسبة أو غير متوافقة فبالتالي هذه المياه راح ما تشكل جبهة الجبهة هو الحد الفاصل بين الأويل والووتر فإذا ما تشكلت جبهة راح يخترق الماء النفط والتالي يندفع إلى عبار الإنتاج ويسبب لي زيادة في عملات الإنتاج المياه داخل النفط وهذا بدوره يقلل من كفاءة استخلاص النفط لذلك في ظل هذه الظروف قد يكون من الممكن استعادة النفط عن طريق إعادة تدوير الغاز طالما أن تشبع الغاز الحر في المكمن لم يكن عاليا جدا في حالة إذا كان المكمن لديه بما فيه الكفاية عمود نفاذية مرتفع سيؤدي حقن الغاز في القبة الغازية إلى كمية استخلاص النفط أعلى من الحقن في منطقة النفط بالأويل زون لذا انتبع على هذه النقطة مهمة من المفيد أن يتم بدء عملية حقن الغاز في القبة الغازية بأسرع وقت ممكن لأنه بهذه الطريقة نقصد طريقة الحقن داخل النفط بالأويل زون سوف تتشكل كميات عالية من تشبع الغاز الحر في منطقة النفط وتسبب زيادة في لزوجة النفط وعليه ينصح بتجنبها واعتماد حقن الغاز أو يفضل الحقن داخل القبة الغازية مما يسمح بالحفاظ على النفاذية وإنتاج عالية من النفط هنا يأتي تساؤل أيهما يفضل ولماذا حقن الغاز داخل القبة الغازية أو في منطقة النفط راح عيد الجواب حتى يكون عندكم تصور هاي نقطة مهمة يجيك على شكل تساؤل في حالة إذا كان المكمن لديه بما فيه الكفاية عمود من النفاذية المرتفع سيؤدي حقن الغاز في القبة الغازية إلى كمية استخلاص نفط أعلى شوف في القبة الغازية أعلى منه في حالة الحقن في منطقة النفط بالأويل زون لذا من المفيد أن يتم بدأ عملية حقن الغاز في القبة الغازية الغاز كاب بأسرع وقت ممكن لأن بهذه الطريقة طريقة الأويل زون مو أقصد طريقة الكاب غاز بطريقة الأويل زون أنت مو راح تحقن في الأويل زون راح تتشكل كميات عالية من تشبع الغاز الحر في منطقة النفط وتسبب زيادة في لزوجة النفط وعليه ينصح بتجنبها واعتماد حقن الغاز داخل القبة الغازية لأن راح تسمح بالحفاظ على النفاذية وإنتاج عالية من النفط وعلى الأقل ما راح يصير عندي كميات عالية من تشبع الغاز الحر هذه نقطة مهمة أرجو انتباه إلها مثل ما تعرفون موضوع طويل ومتشعب راح نتوقف على هذه النقطة وإن شاء الله نكمل بالأسبوع المقبل طريقة مواقع عبار الحقن شكرا جزيلا